قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب وهو هيئة رسمية أن الحالة الحقوقية في البلاد تأثرت بشكل كبير بتدعيات فيروس كورونا واصفا عام 2020 بالتمرين الحقوقي الذي لم يشهد له المجلس منذ إنشائه تدعيات فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على الحالة الحقوقية في المغرب عام 2020 المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصف العام الماضي بالتمرين الحقوقي الذي لم يعش مثله منذ إنشائه مشيرا إلى أن الجائحة قيدت عددا من الحقوق والحريات الأساسية كحرية التنقل والتظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية فحسب المجلس شهد عام 2020 خوض مائتين وأربعة وعشرين سجينا إضرابا عن الطعام لأسباب يقول إنها راجعة للتظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل وفيما يخص موضوع الإعدام بلغ عدد المحكم عليهم بهذه العقوبة ممجموعه أربعة وعشرون شخصا بينهم سيدتان وجدد المجلس مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام كما أحصل مجلس نحو مائتين وثلاثة عشرة حالة وفاة لسجناء داخل المؤسسات السجنية أو في مستشفيات المملكة توزعت أسبابها بين الانتحار تسع حالات وفيروس كورونا إحدى عشرة حالة وأسباب طبية في هذا الصياق وصف المجلس تزايد حالات الانتحار داخل السجون بالمقلقة ودعا إلى دراسة أسبابها وتوفير المتابعة الطبية للحالات التي تعاني الطرابات نفسية أما فيما يتعلق بالتعذيب فلفت المجلس إلى أنه طلق ستة شكاويت دعا من قدمها تعرضه للتعذيب في أماكن الحرمان من الحرية وخمسا وسبعين شكوى رفعها سجناء بسبب سوء معاملة المؤسسات السجنية لهم إضافة إلى ذلك رصد تقرير المجلس العنف الذي مورس في الشارع العام من قبل بعض المكلفين بإنفاذ القانون ضد الأشخاص الذين لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي لكنه أشار إلى أنها حالة معزولة وقليلة